خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في الأشهر الأولى من الصراع في قطع غزة وأفادت لجلة تحقيق التابعة للأمم المتحدة بالتوصل إلى هذه النتائج بناء على تقريرين أحدهما ركز على هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي حيث أدان التقرير ارتكاب الحركة لما قال إنها جرائم حرب في المراحل المبكرة من الصراع وركز التقرير الآخر على رد إسرائيل على هذه الهجمات وأضافت اللجنة أن الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في قطاع غزة والدمار الواسع النطاق للمباني والبنية التحتية كانت نتيجة حتمية لاستراتيجية تم اتباعها بقصد التسبب في أكبر قدر من الضرر متجاهلة مبادئ التمييز واتخاذ الاحتياطات الكافية وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب إضافية باستخدامها سلاح التجويع ضد المدنيين حيث منعت إدخال المساعدات الأساسية مثل الغذاء والمياه والأدوية للقطاع ترجمة نانسي قنقر